اشتركوا في القناة طبق الآية يا يحيي خذ الكتابة بقوة كان رجل مثال في العطاء والإخلاص والتجرد والنزاهة والشفافية والوقوف عند الحق وعدم المحاباة لا محاباة لا لعائلة لا محاباة لتنظيم لا محاباة لصديق ولا محاباة لمعرفة رجل قل الرجال مثل في هذا الزمن الصعب ربني يوفقه ويعيني لبعده أن يقوم بأداء الأمانة كما قام بها أبو عمر الله يزيكم فيه يعني حقيقة أشعر بالفخر والاعتزاز أنني بجوار هذا الرجل منذ سنوات طوال حينما كنا في أكثر من عمله في نقابة المهندسين ولكن سنوات الستة الأخيرة كنت قريب جدا أفتخر بهذا الرجل الذي هو مثال للرجل القائد الحقيقي وفعلا نستحق لقب عمدة خانيونس رجل معطاء رجل لم نرى منه إلا الخير رجل عصامي شفاف يسعى نحو الحق دائما ولا يخشى بالله لو ما تلائم فكل التحية والتقدير إلى أخي الكبير أبو عمر رئيس البلدية الذي نعتزه بأنه نقوله هو رئيس البلدية الدائم نفتخر ونعتز به وما زلنا نتعلم وسنبقى نتعلم من هذا الرجل الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث عن أخي الحبيب المهندس يحيى الأصل أبو عمر أقول أن الأخ أبو عمر هو كان قامة في مدينة خانيونس قبل أن يدخل البلدية وبقي قامة وهو على رأس عمله في رئاسة البلدية لمدة سنوات ست سنوات وسيبقى قامة من قامات خانيونس بعد أن ترك رئاسة البلدية من خلال السنين التي عملت بها جنبا إلى جنب مع أخي الحبيب أبو عمر من خلال موقعي كوزير حكم المحلي تميز أبو عمر بإخلاصه الشديد وتجرده وعدالته وكان متفانيا في العمل محبا لمدينته مدينة خانيونس كان متميزا في أدائه بما يخص العديد من المشاريع والتطور الذي صاحب عدة مجالات في بلدية خانيونس خلال فترة عمله نقول لك يا أبو عمر شكرا على جهودك وعلى تميزك لا شك أبو عمر من خطرة اللي احنا عملنا فيه معك شركاء أبدل شكل واضح لإحساس عالم المسؤولية ووعي ودراية بما يحتاج السكان هذه المدينة بالتالي نحن خلال عملنا لم نشعر أنناك نحتاجين وقت طويل لكي يكون هناك مهم مشترك ودائما ما كان هذا الرجل في المقدمة يسهل مهمتنا في تنبيذ المشاريع لأننا نحتز أنه نفتناها خلال فترة بجوله بالشراكة مع البلدية سنفتقد هذا الرجل ولكن هذا الرجل أيضا ترك وراء إذ سنمشي وسنعتز بأن نكون فلد في هذا الإذ ونؤكد اعتزازنا بالشراكة مع بلد خانيونس مع المجلس البلدي ومع رئيس بلدية الأخير والساج علاء الورطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وبعد أقدر أخي أبا عمر تقديرا كبيرا على الجهود العظيمة التي بذلها من أجل رفعة بلدية خانيونس والجهود التي بذلها من أجل راحة الناس هنا في خانيونس لقد قام بمشاريع كبيرة لم يسبقه رئيس قبله في هذا المجال ومنها مشروع الترقيم وأسماء الشوارع وأكوادها وكذلك القيام بمحط التحلية على شاطئ البحر من أجل مصلحة أهل خانيونس بالإضافة إلى قلم الجمهور الذي يشبه مداخل البنوك الكبيرة في الدول الكبرى وما يقوم به ليلا أو نهارا كله لخدمة هذا الشاب حيث كان يتوجه إلى عمله أحيانا بعد العشاء ويستمره إلى ما بعد منتصف الليل ثم يعود إلى بيته لقد كان يسهر بالليل ويعمل بالنهار من أجل رفعة هذا الوطن بالإضافة إلى مكانتي كرئيس لجنة الطوارئ في الكوارث التي كانت تأتي على أبناء شعبنا ومنها الحربين الأخيرتين التي كانت على رأس لجنة الطوارئ فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لقد تعرفت على أخي الحبيب المهندس يحي الأصل منذ حوالي عشرين عاما وقد تعرفت عليه في مجالات عملية ومجالات فنية ومجالات لها علاقة بنقابة المهندسين وفيما يتعلق ببلدية خان يونس وفترة رئاسته للبلدية خلال الست سنوات الماضية شكل المهندس يحي الأصل نموذجا فريدا مقارنة بأقرانه من رأساء البلديات ومن القيادات العاملة في هذا البلد فقد كان نموذجا وقدوة في التواضع وفي الزهد وفي الحلم فكان حريصا كل الحرص على الشأن العام وكان يجتهد ويصل الليلة بالنهار كي يخدم سكان خان يونس ومدينة خان يونس فقد كان نموذجا للمهندس المتدين العملي الذي يعمل بكل جهد دون محبا دون أي مجاملات لأي فئة أو أي طائفة فكان حريصا على أن يستند في كل عمله على النواحي الفنية والنواحي العلمية ويستشير كل من حوله بصدق فترة رئاسته للبلدية شكلت قفزة نوعية ونقلة في مجالات العمل البلدي في خان يونس وبإذن الله عز وجل سيستمر عطاءه ويستمر إنجازه حتى بعد فراغه من البلدية حيث أنه الآن عضو في المجلس البلدي نسأل الله عز وجل له العون والسداد والصحة والعافية وأن يجعل كل ما قدم في ميزان حسناته في اعتقادنا أن بلدية خان يونس سيدة محطة رائعة وراقية في وجود أخينا المهندس يحيى الأسطل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى الراية شامخة وأن تبقى خان يونس في عزتها ورفعتها وبرك الله فيكم والسلامة من الصعب جدا أن يترك أو يترجل فارس كالمهندس يحيى محيد دين الأسطل أبو عمر والذي كان له بصمات طويلة سواء في العمل في خلال وكالة الغوث وكان مسؤول عن العديد من المشاريع ومنها مشاريع الإسكان في محافظة خان يونس والموجودة حاليا وأيضا أبو عمر كان نعم الصديق والقائد والأخ الكبير الذي يجمع ما بين العقل والقلب والأداء والإخلاص والمهنية خلال فترات التخطيط والعمل العمراني والتنمية وأيضا والأيام العادية وكما هو قائد أيضا في الأزمات من خلالها فترة الحروب التي مرت بنا وفترة أزمات الأمطار والعواصف والرياح ومر شعبنا فكان نعم القائد للجنة المركزية للطوارئ في محافظة خان يونس وكان لنا الشرف العظيم بأن نعمل جميعا تحت إمرتون مؤسسات وأفراد عاملين ومتطوعين فأبو عمر كان هو البسمة والنسمة والعقل الذي تميز في محافظة خان يونس ونموذج للعطاء اللامحدود الذي يتعدى الشخصنا والذي يتعدى الحزبية ويتعدى كل المفاهيم العنصرية وإنما يعمل من أجل الإنسان الفلسطيني الموجود في محافظة خان يونس من أجل رفعته وأيضا أبو عمر هو نموذج لكل الشباب القادم نأمل من أخونا المهندس علاء محمد البطة الرئيس الجديد أبو المعتز بأن يكون على نفس الدرب وعلى نفس النهج وكلنا أيضا سنكون فريق عمل واحد بإذن الله كما كنا مع الأخ أبو عمر وفقه الله نتمنى له سديد الرأي والصحة والعافية وأن يكون أيامه القادمة إن شاء الله أيام سعادة أبو عمر رئيس بلدية خان يونس كان من الناس المجتهدين المثابرين الذين لا تكاد تفتقدهم في أي مجال من المجالات خاصة في الأزمات تجده دائما وأبدا على رأس عملهم وبين المواطنين بسم الله الرحمن الرحيم جونا اليوم نحن في اتحاد شباب عائلة الأسطل لمكرم أخان المهندس أبو عمر الأسطل رئيس بلدية خان يونس على سنوات خدمته في رئاسة البلدية وكان مثلا للعطاء لا محدود سألين المولى عز وجل أن يجعل سنوات خدمته في ميزان حسناته وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى حقيقة لا نملك إلا الدعاء بالصحة وطول عمر لأخينا الفاضل أبو عمر الأسطل الذي كان معنا في لجنة تحسين وتطوير مخيم خان يونس كان ليس شريكا إنما كان شريكا وقائدا وكلما أنجزناه في مخيم خان يونس من طبليط للشوارع من تهيئة لشوارع المعاقين وتيسير لحياتهم من تفريغ ساحات من رصف طرق كان كله بفضل دعم وقيادة أخينا المهندس أبو عمر الأسطل رئيس البلدية وفي هذا المجال لا نملك إلا أن نقول له رجاءا أن تبقى مستمرا في عطائك فسيدنا خالد بن البليد كان يقاتل قائدا وقاتل جنديا ولم يتوقف فهذه سنة الله في خلقه أن يبقى المسان عاملا من أجل المصلحة العامة مؤثرا مصلحة الغير على مصلحة الشخصية وبالله التوفيق جزاه الله خيرا وإن شاء الله في ميزان حسناته كل جهد بدله وكل إنجاز عامله والسلام عليكم